استاذ عادل من الغربية يتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورح تلو مركاته الله يبارك فيك دلقي عندي تضخم في البرستاتة نعم بيحصل بعين مثلا نقطة او نقطتين في البول نعم يعني طبعا انا احب اكون طاهر ساعة الصنة او مثلا بنتظر الصنة ايه المشكلة في كده اهل مثلا انا مثلا امل طب انا عايز اقول لها ذلك حاجة استاذ عادل نعم انا مهتم شويتين تلاتة بالمساحة الاجتماعية والمساحة النفسية اللي من بينها وبين الاحكام الشرعية من الحاجات اللي بتصاحب التضخم في البرستاتة والتضخم وبعض الامراض شوية وسواس شوية وسواس بيخلي الناس يحصل لهم بعض الاحسيس الغرث حقيقية المصاحبة للامراض يعني ما فيه واحد مريض من مرضى السكر في المرة الاولى لما بيرتفع الى انه ياخد انسولين إلا وبيجي يشتكي انه بيحس ان هو مش قادر وبيتناقل الناس ان من احد مشكلات مرضى السكر بيتناقل الناس انه ما بيقدرش يتحكم في بول ودهو في الحالية ما بيقاش صعيح لدرجة انه علماء النفس عارفين والأطباء عارفين انه بيحس للشخص كأنه فعلا بينزل منه قطرات من البول خلينا نكون واضحين لو ان دوت مش ورسواس عندك حاج عادل يبقى خلاص لو تأكدنا ان فيه حاجة نزلت قطرة نزلت يبقى انتقد البول ونخسل مكان القطرة دي بس ما نغيرش الهدوم نخسل مكان القطرة دي نخسل مكان القطرة دي نعم بس انا عايز اقول لك حاجة انا احساسي حاج عادل ان فيه سنة وسواس صح اللي انا بقوله غلط الله يوه فيه احيانا احيانا كتب حاجة نزلت يبقى الكلام ده مش موجود يا حاج عادل حاج عادل بس عشان بس اقول لك حاجة الكلام ده لو انت طوعت ومشيت وراه هيسرح هو ليه يا جماعة انا بعمل كده وانا بتكلم ليه بس عن وسواس وسواس بيسرح يا جماعة واحنا عندنا شوية فتاة وشوية ناس ما درسوش وده يا جماعة اتقوا الله في الناس الناس هتدوب في ايدينا اللي مش عارف زي يتعامل مع اصحاب الوسواس في الطهارة ما يتكلمش بالله عليكم انا شفت الناس ايديهم متقطعة انا شفت الناس اجسادهم متبهدلة لان احنا سبناهم الوسواس يأكل فيهم فبالله عليكم واحدة واحدة اترفقوا بالناس وطبعا التدين الكامل بيقولك ايه يجي يتكلم في الاحتياط يا سيدي في الظروف عندما نستطيع الاحتياط وفي احوال محددة الشرع حددة في الاحتياط لكن ما بفيش حاجة مع الاحتياط البارد ولا احتياط انا ببقى في حاجة مع الاحتياط المؤلم الاحتياط الجارح اللي بيزيد قلم الناس ده الشرع بيبيح للاجل انه ما يستعملش الماء اذا خف ان الجرح يتأخر برقه انت تخليه يستعمل حاجة على ظن وهو موجود في يقين فتدفع اليقين بظن انه انت قد بقوله يا سيد عادل يا سيد عادل ايه السادة اصحاب الوسواس انتو عندكم يقين الطهارة انتو عندكم يقين الطهارة وعندكم شك الحدث فاليقين لا زل بالشك امتى يبقى ده يقين لما تشوف بعنك ماشي انا حاسس دي ملهاش قيمة عندنا انا حاسس دي ملهاش قيمة عندنا وخاصات عند اخواننا اصحاب الوسواس اسمعوني والله ده بحث طويل ففكرة ان انا حاسس لا انا متأقل اليقين يقين الطهارة لا زل بشك ايه بشك الحدث بس والله واعلم فانا بقوله يا سيد عادل لا انا شايف ان انت لو ما لقيتش حاجة يبقى انت على طهارتك والاحساس ده احساس بس بيحصل للناس مع امراض البرستاطة مع امراض الدم زي المرض السكر زي عدد من امراض الناس كلها اي امراض تتعلق لها اتصال بالجهاز التناسلي ولا اي ولها اتصال بالبول الناس كلها لما بيصبها الامر ده تساعات بتتوسوس بيحصل لها ده نعم